موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة معكم سعدة ودي حلقة جديدة من كوين مستر طبعا انا بقليغي بقلي شوية حلوين فدي حلقة جديدة كده على السريع في اخر اليفينت بتاع السطو ده نحن حاليا لسه في افينت سطو من بكرة ان شاء الله هو اول افينت السيمبول في قولت انازل حلقة سريعة كده هتكلم فيها عن السطو وتثبيت اللزبنات وكده للافينت بتاع بكرة وبكرة ان شاء الله بقى على ساعة 19 بالليل كده يبقى في حلقة ان شاء الله بقى عن افينت السيمبول الجديد طبعا السطو زي ما احنا عارفين الطريقة بتاعته وسهلة سيارة مثل السيمبول بنلعب 35 الاربعين ضربة في واحد وبعد كده بنطلع من اول 15 15 وحنا ماشيين يعني من اول 15 هنلعب 15 لفة بعد كده 50 و 15 لفة معاك مية وخمسين معاك ايا كان كمية اللزبنات اللي معاك انت بتاخرك في الدرب متعليش قوي بحيث ان انت ايه بتصفر ومتجبش الدرجة اللي مطلوب منك فوق يعني هنقول مثلا انت معاك مثلا خمس تلاف فمتطلعش خمسمية دي ضرب خمسمية دي وضرب المية وخمسين دي ما تطلعهاش يبقى اخرج خمسين ليه؟ عشان لو طول معاك شوية ورخم عليك ما تصفرش كل ما تعرف اللزبين كل ما تزاو دي الدرب الاعلى شوية انت مثلا نقول معاك مثلا مية الف فانت عاري مية الف ممكن تضرب في خمسمية ممكن تضرب في الف وخمسمية كمان ليه؟ انت معاك مساحة لو طول معاك ضربة اثنين تلاتة عشرة معاك مساحة انه هو لما يجيلك يعوضك بس هيدي الفكرة ان انت ايه؟ ما ترفعش الرهان وانت معاكش هتزبين يغطيك احنا في اخر الكتاب في اخر ايام الكتاب اللي هو الكتاب ده 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 الستيكر ده بينزل مرتين في السيزون وبيبقى بيبقى بالزبط 6 ايام بيحضر افينت ساطو او افينت اتاك مع افينت سيمبل فده محتاج بقى يبقى معاكس بالنات وتلعب وتجمع في الافينتين يعني عشان هو بيقعد افينتين بس الكتاب الزغير بتاع الاستيكر ده انه الكتاب الكبير ده اللي احنا بنتكلم عنه احنا خلاص هو فاضل 18 يوم ويخلص وده بيقعد تقريبا 60 يوم او كذا فحاجة في الحدود دي فانا فاضل لي انا افضلت كل الكتاب حيث ناقص للاستيكر اذا ناقص له استيكرات يجبها منين اولا في اخر المدة الكتاب استيكر ينزل بونس جنب البور يعني جنب المئة الف وفوق كده هتلاقي بدل عشر تلاف اللي هي البونس لا ممكن ينزل ستيكر فانت لو نقصك ستيكر ممكن في بارزه وغير عشان برضه يعني العشر تلاف قصاد الستيكر كمية كبيرة من اللزبين ممكن انت تحتاج العشر تلاف فانت تعمل ايه؟ انت متوصلش البر المئة الف والمئة وخمسة وعشرين الف والمئة وخمسين الف والكلام ده وتقول لنا هاخد ستيكر مع انت كده يبى حرام يعني فانت حاولت تستنى البونس اللي هو الستيكر ده في بار زغير يعني مثلا بار عشرة لاف بار ستتلاف بارات الزغيرة دي اللي هي البونس بتاعها مش كتير فمش هيفرق معك بار عشرين الفة مثلا البونس بتاع الفين فامني حاول تستنى تصبر على نفسك ساعتين تلاتة اربعة كل ما ينزل بونس تبص عليه لحد ما ينزللك البونس بتاع الستيكر لان في اخر الكتاب البونس الستيكر ده بينزل كتير طب اجيه ام منين تاني بيجي من الانجازات دي الانجازات دي بتنزل بمطالب منك روقه في اليوم السادس انك تعمل سطو 20 الف سطو هتاخد هستيكر طب ايه تعمل سطو 20 الف يعني مثلا لو انت في ضرب 50 وعملت سطو لو انت في ضرب 500 فوجالك سطو في درب 500 فتحسب 500 فهو عايز منك 20 الف انت فاهمني على افينتين يعني هذا الموضوع هو الموضوع ليس صعب وبالذات ان الموضوع سطو كده كده بتمسك السطو في 500 و في 1500 فسهل انك تجيبي الـ 20 ألف انا في هذا الموضوع جبت 15 ألف من 20 ألف وهكملهم في الموضوع اللي يبدأ بكرا إن شاء الله انت بتحاول تقفل هنا المهمات اللي بتجيلك أقل حاجة خالص يعني هو صعب تجيب الـ 15 ألف الأخرانية إلا لو قفلت كل حاجة في عملت كل المهمات يعني تجيب الـ 15 ألف إنما الطبيعي ان انت بتجيب الـ 4 توكن الـ 4 توكن دول سهلين مش لازم تقفل الحاجات الصعبة يعني الحاجات السهلة واسه بتقفلها فبتأخذ الـ 4 توكن لحد الـ 4 توكن تأخذ أول أربع جواز وآخر جوازة دي مش مشكلة طبعا دماء شجرة جديدة لسه نزلة لسه نزلة لسه نزلة الـ السطو اللي احنا في ده مدتها 29 يوم طبعا الشجرة دي مفيدة جدا ما بتنفعك من انت ممكن يعني زي أنا موجود معايا كده أنا موقف عن صندوق هيديني مثلا ألفين ونص سبين أنا ممكن أخذو بس أنا هخذو وأطلع أنا مضبط سبناتي إن أنا هدخل مثلا أقل أقل جراند اللي هو إيه بدخله أقل من ألف سبين بيبقى سهل شوية عشان أنا معايشي سبنات فهدخل بكرة بقى أقل من ألف سبين فأنا لو أخدت الصندوق ده وكملت كملت في الشجرة أخدت الهدايا وكده فهيأخذ سبنات فمش هدخل الجراند الزغير بقى نيجي بقى نتكلم على تصبيت الجراندات أنا أتكلمت عليها قبل كده في فيديوهات كتيرة سهنتكلم عليها تاني بسرعة ما بتاخدش وقت يعني إنت بتزبط الجراند على أساس أولا الجراندات بتزبطها في إفينت السيمبل يعني إفينت السطو زي اللي إحنا فيه ده أو إفينت الأتاك ما بتزبطش في سبين وإنت داخله عادي بتدخل بكل السبينات اللي معاك إنت معارف في دماغك إنت هتدخل الإفينت السيمبل البعدي جراند إيه أسهل الجراندات اللي هو أقل من ألف زي مميه وربع تلاف وخمسمية يعني انت بتابقة أقل من ألف ده جراند اللي هو أقل لي حقا كالص ويبقى معاك أقل من خمس تلاف يعني 4700 400 800 ده جراند تاني ويبقى معاك أقل من عشر تلاف يعني 9800 900 900 كده ده جراند تالت الجراند اللي بعاديه أقل من 20 ربقى معاك 18.500 هذا الجراند الرابع الجراند اللي بعده فيه الجراند في النص كده بس انا منصحش به اللي هو بيبقى اكتر من 30 او اقل من 75 لا اكتر من 20 واقل من 40 بين 20 الف والا 40 الف ده انا منصحش به خالص لان هو الجراند ريخم والبراط في صعبة ف احسن جراند بعد اللي هو اقل من 20 بيبقى قل من 75 تدخل مثلا ب73 او 74 كده اللي بعديه بيبقى مية تمانية واربعين واللي بعديه ربعمية خمسة وتسعين واللي بعديه بقى هي تسعمية خمسة وتسعين فكل على حسب اسبيلاتك انت بتبقى حاطة في دماغك انا هادخل جراندل هو اقل حاجة مثلا بيبقى أسهل حاجة بيبقى طالب منك مثلا عشر تلاف عشان يديك عشرين الف طالب منك تلاتين الف في الترجط عشان يديك ستين الف فبيبقى أسهل حاجة بالنسبة لك انت فاهمني بس انت لو معاك اسبيلات تدخلك جراندات اعلى ده بيبقى احسن لان الجراندات كل ما تعرف الجراند كل ما السيمبل وانت بتلعب بيبعد معاك فهو لما بيبعد بيريحك علشان بتبقى انت بتلعب بالجدول بتاعك عارف ان هو هيجي مثلا بعد متين وخمسين ضربة فانت بتلعب المتين وخمسين ضربة وتمسكه في ضرب مثلا اربعة تلاف وتمسكه في ضرب ستلاف وتمسكه في ضرب تمنتلاف وتمسكه في ضرب الف ونص على حسب عدد الاسبيلات اللي معاك انما عيب الجراند الزغير ليه مزايا وليه عيوب يعني هو مزايا ان البرافي سهلة يعني اللي عايز يجمع توكن ويحوشها وكده يدخل الجراند ده اسهل من السهولة تجمع لك فوق كل افنت من تلاتين لخمسين توكن لو انت ايه لو انت بتلعب يعني انما العيوب بتاعته ان السيمبل فيه مش مزبوط بيجي لك ساعات اقل من مية وساعات اقل من مية وعشرين وساعات بيطلع مية وخمسين وساعات بيطلع ميتين وعشرين فانت مانوش ملكة ما انت معكش طريقة تلعب بيها وتبقى ضامنها ان مثلا هيجي لك بعد ميتين وخمسين او هيجي لك بعد ميتين وثلاثين انت بتلعب ميتين وثلاثين دول وانت عارف انه ما فيه السيمبل بيجي فيه فده عيب الجراند الزغير اللي هو اصغر حاجة ان انت بتبقى تلعب على القريب ممكن يغفلك ويبعد بقى هو فدي المشكلة هنا ان انت هو يفضل يجي لك قريب مية وعشرين ما بين مية وعشرين ومية وخمسين ضربة يفضل يجي لك كتير كده كتير كده فانت تتعود ان هو بيجي لك كده فتعلل الرهان ما بين مية وعشرين ومية وخمسين واول ما تعليل الرهان يروح هو في الميتين وعشرين فانت على بقى ما تدرب بقى من مية وخمسين للمتين وعشرين في الرهان عالي تكون انت سفرت فهي دي المشكلة في الجراند الزغير بالنسبة للإفنت الاستكارات ده هو كده كده ما ينفعش تقفل الكتاب الزغير ده في أول إفنت لأن هم بيقوم قسمين الاستكارات على إفنتين يعني نص الاستكارات أو 75% من الاستكارات بتلاقيها في الإفنت بتاع السطو والخمسة وعشرين في المية اللي هم نادرين بتلاقيهم في إفنت السيمبل فكده كده هم مقسمين يعني أنا اعتبر مقافل الحدث بتاع الاستكاراته يعني فاتلي باكين بس دول اللي وقفوا معي حتى لو أنا جبتهم مش هيطلع لي فيهم الكروت اللي نقصه انت فاهمني كده كده لازم هم بيقسموا الإفنت بتاع الكتاب الزغير ده أو الكتاب الكبير تفيت ركاية هنا لو أنت عايز تخلص الكتاب الكبير بدري يعني الكتاب الكبير ده اللي قدامنا ده مستقبل بيقعد ستين يوم سبعين يوم على حسب فأنت عايز تخلصه بدري عشان ينزل لك كتاب تاني عشان تستفيد بالحاجات دي عشان تخلصه بدري هو كل ما الأيام بتاعته بتعدي الإفنتاب بتدي الكروت من المجميع الأكبر هو بيبقى فيه مجميع تلاتين ألف وبقى فيه مجميع عشرين ألف ومجميع خمسة وعشرين ومجميع خمستاشر حلو المجميع دي ما تطلع لكش في الأول اللي بيطلع لك في الأول المجميع الزغيرة اللي هي ألف ونص وتلات تلاف وتفاهمني المجميع دي فأنت اللي تعمله أي جوكر يجيلك تحطه في المجموعة الثلاثين والخمسة وعشرين وعشرين ألف بحيث أن انت تخلصه وانت بتلعب كده كده يعني أقل حاجة خالص ممكن يطلع لك جوكر أو اتنين في الإفنت ولو انت مثلا ركزت في البطولة بتاعت الجوكر دي سهل لكل يوم ممكن تركز تركز ازاي وفي الناس كلها بتلعب فيها تحاول تلعب في آخر نص ساعة منها أو آخر ساعة بحيث أن انت يفتح لك واحدة جديدة لو ما لعبتش خالص في البطولة بتبقى واقفة عندك أول انه بتلعب فيها بيدخلك مع الناس لسه بتلعب لسه بدأ فما ما بتلاقيش الأرقام كبيرة فأنت تحاول في آخر نص ساعة تبدأ اللعبة فهيدخلك بطولة جديدة الأرقام فيها مش كبيرة فتحاول تجيب الجوكر في بطولة بتبقى المركز الأول جوكر وفي بطولة اللي بتبقى الضهرت قريبا دي بيبقى جوكر عادي مضمون فيها ممكن تلعب في أي وقت اللي هو بيبقى آخر جائزة خالص فيها الجوكر مش لو انت تجيب رقم واحد لأ بيبقى فوق في بر جوائز كده بيبقى آخر جائزة في جوكر ده عادي ممكن تلعبها في أي وقت وتجيب الجوكر الأخير ده على حسب الجراند اللي انت دخله الجوكر ده بيبقى طالب ممكن بيبقى طالب خمسين ستين سبعين في التارجت يعني بس فالتركة لانت تقفل الكتاب بسرعة الناس اللي بتقفل الكتاب بسرعة في 30 يوم أو في 20 يوم بتعمل ايه اي جوكر بيبقى لها بتحطه في المجميع الكبيرة خالص بحيث ان انت بتقفل المجميع اللي هي أصلا ما بتطلعش بادري فاللي بيطلع بادري بيطلع لك فانتلاقي نفسك انت ايه قفلت الكتاب ودخلت في الكتاب التاني وفيه الناس بتدخل في الكتاب التالي كمان لانت كل ما تقفل الكتاب بيجي لك كتاب اكبر جاوزه اكتر نزله كمان يعني اغيروا شكل الحيوانات دي الفوكس والتايجر والحاجات دي ونزلوه لهم حاجة جديدة كده زي لبس انت بتلبسه ليه بيزود النسبة بتاعت التاك والنسبة بتاعت السطو والكلام ده ده لو انت بتجمع كاش بيفيدك يعني انت التجمع كاش بسرعة اشتراك مفهومة عاش كويه الان عشتها دي بتبقى كبيرة شوية بس الجواز بتاعتي بتبقى كويسة اعني لو انت في كم عالي هتلاقي نفسك بتاخد منها جواز كتير او جواز كويسة تنفعك بالاااااااااا او انت بتلعب تخليك مثلا لو قفت تتكمل وكده اهم حاجة وانت في كم تبقى منصك معهم عشان ما ترميش على شوية وتضيع مجهود زمالك نحن في التيم اللي أنا موجود فيه مركزين ان احنا هنخلص مثلاً 18 ألف زبن ده فكل التيم اي حاجة بيجيب اي قطع من التلج بيرميها في 18 ألف لو احنا ماشينا عشوائي كل واحد هشوف هو نفسه في ايه ويرمي فيه فدي حاجة ما تبقاش كويسة بتضيع مجهود التيم